خلونا يا جماعة نحاول طبعا قعي طالي الحجر سلام عليكم خيل في العالم هذا ممنطقي اشتابكم هتوقع انها فرصة جيدة للامانة اوهو شوفوا من هنا الو لا سلام عليكم ما علي بينا راح يكون عندنا مقطع جديد واليوم بينا راح يكمل مع بعض في لعبة ماينكرافت بلوك واحد بالله طبعا لا تنسوا نساب اللايك ونشترك معنا في القناة جماعة وايضا لا تنسوا نزر التنبيهات وايضا لا تنسوا نصف حدي الخاصة بالتك توك موجودة تحت الموم نكمل من اخر مكان وصلنا له يا جماعة ببساطة انا حاليا محاصر من السحرة فيه المفروض سحرين موجودين برا لازم نحاول نحن نجلدهم لانهم محاصريني وتوقع انهم ناويني ببساطة يعني فالموم خلنا نبتدي مع بعض الجماعة في حلقتنا هذه فانزين اول شي كبداية خلنا حاول نرفع طاقة فل علشان اقدرنا نتخلص منهم حاليا بسم الله الرحمن الرحيم سيفي جاهز يلا جاهزين يا جماعة واحد ثاني ثلاث خذ 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 خذك هذا مودع هذا باقي الثاني باقي الثاني تعال 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 خذ لتس جو يا جماعة الثاني بعد ودع فاذا بطريقة هذه نكون انقذنا الوضع في نفس الوقت طيرنا السحرة اللي موجودين عدنا انزين الحلقة اللي طافت طبعا تقريبا كملنا الشغل على المنطقة هذه ما عاد ان احنا حاليا محتاجين لشوية الدرد عشان نكمل المكان بشكل كامل عشان ما انطيح بعد واحتاج بعد ارقع هذا للامانة دقيقة معاي خشب المفروض ان اقدر اسوي زيارة من هذا فاتوقع اني راح اجهز راح عبل ما نحين عشان يعني ما يكون عندنا مكان مرقع وما شابه فخذنا نشيل هذا وروح نسوي فالمفروض ان يكون معاي خشب كثيرا هني اوكي دقيقة سيد كيف ما معاك نهائيا خشب احست شي غريب معاي حبة واحدة اوكي حبة واحدة تدروني جماعة خلنا حاول نزل الاغراض اللي موجودة معاي حط هذا بس هني وخلنا نزل شوي من الاغراض اللي عندي عشان نبتدي يومنا المهم الحبابي نزلت طبعا اغراض كثير من اللي موجودة معاي لكن ما معاي خشب طبعا اقدر اكسر الاشجار واخذ الخشب اللي فيهم بس دقيقة يمكن يطلع لشيزين لقيت جماعة بيضة ببغاء تمام وهذين الاشياء خذهم معاك ممتاز زي ممكن تتباعديني شوي شوي بس تباعديني تباعد عني تمام وخلنا نكسر هذه فبعد طلعنا لديرت زيادة حلو الديرت هذا كله راح نستعمله حين عندنا ست حبات تقريبا بروح جماعة نستعملهم بالضبط في هذا المكان وبعدها اتوقع اوكي استعمل اللي عندي اوكي بعدها خلنا نشيل لنا مثلا شجراتين اللي موجودين عندنا هني خلنا نشيل اول شجرة موجودة معانا انا مفروض على تالي ان انا ازرع اكثر واكثر واكثر فالحين طلع معانا هذا الخشب بروح مباشرة تمتقي يا سيد ليش لمشي احس كسر الاشجار كلهم وتالي نمش من المكانات وقع افضل بالطريقة هذي خلنا نشيلهم حبة حبة يا جماعة وطبعا لمستمتع معانا لا تنسل اللاك شننكمل مع بعض في سلسلتنا الرهيبة هذه اخوان سلسلتنا جميلة جدا بسيطة وخفيفة في نفس الوقت ما ندلوش راح يصير معانا في المستقبل وكيف حتى راح نجر ان احنا نذبح التنين في المستقبل حتى راح يكون شيء غريب نوع عما المهم خلنا نكمل حين مع بعض فجمعنا طبعا خشب جدا كثير وراح نشيل طبعا اكيد الجذوع وراح نبتلي نحنا نزرع من جدي بس دقيقة كبداية حين بس خلنا احاول اسوي موضوع الخشب ونسكر الاماكن اللي تحتاج تسكير فخلنا نجيل الكرافتنج تايبل عدنا هنا نحط هذا ندبله ونسوي لنا نص زيادة فسوينا كمية جدا حلوة يا جماعة فخلنا نروح نجهز المكان سويت اكثر من لانا محتاج لنا الامانة بس عشان يعني للمستقبل فسوينا هذا كله والحين مفروضنا يطلع لنا اشجار عشان بس نسرعهم طلعت لي هذه حبة واحدة يلا مو مشكلة حتى لو حبة واحدة فخلني اجي يا جماعة وحطها مثلا هنا تنزرع ولقينا واحدة ثانية بعد هنا خلنا نحطها وايضا تنزرع في هذا المكان المفروضة حين اي شيء يطلع لنا حاول ايضا اخذ منه وهم الخشب بعد خلنا جمع منه قد ما اقدر في مزرعة الخشب تقريبا يا جماعة اقدر اقول انها صارت تفي بالغرض الامانة يعني صارت تقريبا تكفي الحاجة حقتنا يعني في الوقت الحالي في المستقبل يمكن نحتاج اكثر بالذات اذا احبيت مثلا اسوي لي بيت متطور اكثر من البيت اللي موجود حاليا عندنا انزين اشجار غير مرنا في اشجار غير يا عمي اتوقع انه عندنا اشجار كثير بس كلهم في البيت ما ادري احط سور في هذا المنطقة ولا لا صراحتا لانه خايف بعد اطيح عندنا تسع اشجار وتقريبا بيجينا الليل ايوه يب بيجينا الليل فخلنا اروح بسرعة حاول انه ازرع بس اشجار على السريع وطبعا راح يطيحون لنا اشجار زيادة الحين خلنحط واحدة هني نحط واحدة هني اه منمشي شوي زيادة انحط واحدة في هذا المكان مثلا حط واحدة في النهاية اه حط هني وحط هني اخر شي حط هذي فحاولت اوزع قد ما اقدر الاشجار وهم يملينا شي صراحتنا تديرت يعني الامانة بس ما راح اشيلة حاليا فاول خطوة واحدة سوية خلونا ننام يا جماعة في نفس الوقت المفروض ان نحن عدنا في اشياء كثيرا زرعة اوكي خلنا اوه مطر يا عمي مطر يلا مو مشكلة المهم خلنا نحط الاخشاب هذي كلها هنين وخلنا نحط هم الصندوق داخل المهم جاء انه ما يصير انام ويطلع النهار اوكي مو يطلع النهار نيروح المطر فاتوقع انه راح ننام مرة ثانية بس شان يروح المطر على السريع فانمنا مرة ثانية فالمطر راح يوقف دقيقة في عدنا هذا الحبيب لا حبيبي تعال تعال اوكي طيحنا تحت اوكي خلنا نشيل بس هذا دقيقة راح طلعنا بطيخ زيادة والمفروض انه القمح اللي عندنا كلها نزرع اخيرا من زمان ويحنا ننتظر هذه اللحظة اخيرا انزين الحين خلنا نحاول نحنا نزرع الكمية اللي موجودة معانا كامل طبعا ما راح تعبي المنطقة كلها بس راح تكون تفي بالغرض تقريبا لكمية كبيرة شوفوا كيف الحين مزرعتنا صارت اكبر من السابق بكثير في نفس الوقت بالنسبة للقمح اما اني احاولها لخبز او اني اكاثر الحيوانات اللي موجودة معانا فتوقع افضل قرار نحن نسويه نحن نكاثر الحيوانات اللي موجودة معانا ممكن نحن نسوي منهم اوكي الخنازير المفروض انهم ياكلون بعد المفروض يعني فحاولنا نحن نكاثر منهم قد ما نقدر والباقي طرعا راح نحاوله في الغالب الى خبز هرفنا اليوم طبعا ان احنا نجيب الدايمون يعني خلاص ابي الدايمون ابي حبة الدايمون الاخيرة اللي راح تخلينا ان شاء الله نسوي البكاكس حقنا وممكن في المستقبل يجينا اوبسيلين ولا شيء عشان نقدر ان احنا ان شاء الله نروح للانج فواحد من الهداف حقتنا يكون هذا الشيء فالحين خلونا يا جماعة نحاول طبعا قاعد للي حجر سلام عليكم خيل في العالم هذا مو منطقي اش جابكم والله ترى يا جماعة حرفيا خيل في هذا العالم ابنا غير منطقي هذا كهف هذا كهف يا جماعة سبونار توقع راح يطلعون لي وحوشة الحين بسم الله انا مستعد انا مستعد انا مستعد يلا اوكي طولنا قاعد يطلع لي حجر كثير من هذا النوع يكوان طولنا الو يا طيب خشب انت وانا في الكهف اوكي هذا هذا ال Level Level التكرار ولا شنو هذا شكله يا جماعة Level التكرار اوكي معلنا دقيقة بس قبل هذا كله انا حصلت سبع حبات ديرت فاتوقع انها فرصة مالا جيدة للامانة اوهوو شوفوا من هناك بس دقيقة توقع اني لازم اكل اعتقل ان افضل حل اني اكل علشان اروح وهم شي ما فجر المكان لاني ما ابي اعنا اتعب واصلح المكان يعني فدقيقة على السريع بس دقيقة الاسبايدر ما راح يسولنا شي في الغالب فخلنا نجي ونشوف مع بعض تعال تعال اوه ماي جود ايوه 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 أبلع 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 كريه يلا سبع حبات واحدة ثنتين باقي واحدة باقي واحدة يا جماعة آخر حبة تقريبا ونخلص من هنا حصنا تقريبا شجار جدا كثيرة خلنا نرجع الحين لهذا المكان ونكمل مع بعض الجماعة موضوعنا بسم الله رحيم يا عمي انتو شا سووا فيكم كثير شا سووا فيكم يا عمي أنا ناقصت لني حبة دايموند واحدة وينها شوي 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 يا جماعة شوي زحمة زحمة روحوا أي مكان أوكي قصب سكر عشان نقدر نطور تالي أنا عندي رمل صح إذا معاي رمل فتوقع هان وقت استعمال آه قصب السكر ينزرع هنا لا شكا حتى تزرع يا سيد قصب السكر ينزرع لا ما ينزرع 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 المفروض دقيقة أحتاج إلى رمل صح يا جماعة والمفروض ننزرع يعني حتى على هذا بس يبيه إلى ماي خلنا نشوف دقيقة خلنا نشوف ما ينزرع لا في مكان في ماء بس المعلومة جماعة ينزرع في مكان يكون في ماء فلهذا انا يبيلي ااخذ البكت حقي يجيب البكت دقيقة هات البكت احفر هذي حط الماء هني فوق وعندي اي بلوك اي شي عندي حجر اوكي معاني حجر فخلني اجي على السريع انزل هني شوي تحت اوكي ننزل هني تحت شوي اهم شي لا اطيح ممكن تحط هني وهني اوكي خلاص 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 اصطلع سيد وجيب البكت حقيق على السريع دقيقة جيب البكت حقيق على السريع تمام وخلوني يا جماعة بالطريقة هذي احط هذي البلوكة تحت وتالي اجيب الماء حقنا ونخلي اهني في النص بعدها يا اخوان راح اسوي حركة وهي اني احفر 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 واجيب الحجر اللي موجود معاي هات الحجر تمام دقيقة لا هاي غلط اهم شي لا تضيع الماء اللي عندك اهم شي اللي عندك لا يروح لا ينشف الحين خلنا نجرب ان نحن نزرع قصر جحمي قصر السكر ينزرع هنا يا حبيبي دقيقة خلوني اجرب تجربة دقيقة حط هذا بهالطريقة راح اجرب تجربة وهي ان انا في الوقت الحالي اروح اجيب لي رمل مفروض معاي رمل صح معاي رمل ولا ما معاي خلنا تأكد معاي رمل معاي رمل وكثير بعد خلنا نجيب لا جيب هذه بعد هيحتاجها يا عمي جيب جيب بعطني نزيل هذه بعد احتاجها فإذا يا جماعة بما ان معاي رمل المفروض المفروض ان قصر السكر يعني يزرع بشكل اسرع على الرمل فنحط هنا هنجرب وات عمي شقعت تحط شجرة ايوا لس جو لس جو اوكي نزرع فالحين راح نقدر بالطريقة هذه نبتدين نحن نزرع القصة بالسكر فخلنا اكبر المكان اكبر المكان دقيقة عطني عطني دقيقة خلنا نكبر المكان بشكل اكبر شوي شوي مزرعتنا هذه غريبة شوي لكن مو مشكلة نشتغل عليها بالطريقة هذه الحين خلنا نشيل حلو ونحط الرمل هذا كل ما راح يزرع معاننا كل ما راح اجيه ان شاء الله وحط زيادة بالنسبة للديرت اللي انا شلتها حاليا خلنا نكبر المكان بس عشان بعد ما ننطيح يعني فخلنا نجيب الديرت هذا ونحاول نسوي تكبير المكان ايوا نكبر المكان اكثر حلو هذا هذا اللي موجود معايا الحين وتالي ان شاء الله كي راح يطلع لي اكثر وكثر فاذا بالطريقة هذه يا جماعة نقدر نقول نحن نسوين لنا مزرعة قصب سكر واتمنى ان يطلع لنا قصب سكر زيادة عشان نقدر ان نحن ان نكبر المزرعة حقتنا وفي المستقبل راح نقدر ان شاء الله نحن نسوي لنا كتب عشان التطويرات فالمحتاجين فعليا قصب السكر هذا باقي تذلون شون يا جماعة باقي طلع لنا قروي قروي لحد الحين ما عدنا قرويين وإلى حد الحين ما اشوف يا حبيبي ما بحيوانات خلاص كثير صاروا عندي دايموند أخيرا 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 يا جماعة أخيرا يا جماعة دايموند بالطريقة هذه أخيرا راح نقدر نسوي أول سلاح بس قبلها خلنا نزل الأغراض اللي عندي هذه الحبات اللي عندي فراح أجي على طول الحين يا جماعة ونسوي لنا بكاكس مباشرة دايموند فهذا الحين راح نشتغل عليه في الوقت الحالي بكاكس دايموند أخيرا ما فغينا يا أخوان ما فغينا والله وعطونا بعد دير تزيارة أنا محتاجة أتوقع كم حبة يب حلو 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 كم حبة لناك سنة توقع كم حبة في هذا الجهة المفروض نزلت كل شي بس على ما بلو أننا ما نزلت كل شي خليت الأشياء ثمينة المهم نقصت أني حبة واحدة بس في هالمكان والمزرعة حقتنا بعد تقريبا راح نرح نكملها أوكي فخلنا نروح على طول طبعا الأشجار قاعدت نزرع معانا بشكل سريع وتمنى قصب السكر بعد نزرع بشكل أسرع وأسرع زي ما عاي ست حبات فراح أبتلي أني أكبر المكان عشان يكون أأمن أيوة قاعد يطلع لنا دائرة الحمد لله ومعانا طبعا الديموند الحين نقصنا الأوبسيديان الأوبسيديان بس سهول نقصنا بما أنه قاعد تطلع لي بلقات من الكوف فالمفروض نحن الأوبسيديان سلام عليكم لا يا أخي قاعد طالعك يا أخي صير مسالم شوي صير مسالم شوي صير مسالم يا أخي خسم بالله قاعد يطالع يعني يقول لي يعني ممكن ممكن ما يسوي لنا شي لا والله أعطاننا شو نو جلو ستون يا عمي لا تموت تكفل لا تموت تكفل أنا أخوف يبعلك على كسر ويطلع لحي واحد ثاني أمم خلنا خلنا حاول كسر زيادة بس أب صندوق يا حبيبي سكر توقع سكر يعني قصدهم يعني روض الهيب دقيقة توقعني ما أموت مفروض أن آخر قلب يضل صح نس قلب أشور 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 ما عنا راح يعني راح يخسرني من ناحية أكل بس يا عمي طولنا لازم يروح السم لازم أنتظر أخيرا راح السم والحين خلنا نحاول ناكل طبعا راح تنزل طاقتي وراح آكل تنزل طاقتي وراح آكل بس خلنا أكمل إن شاء الله ما يطلع لي ساحر ثاني حي لو طلع لي وحش أنا مئبل مئة ميت لأن مثل ما تشوفون طاقتي طاقتي منتهية نوعا ما بس ما شاء الله عليك قاعد أغامر يا رب دايموند يا رب دايموند يا رب دايموند أوكي تكفون أي شيء زين تكفونا دقيقة خلناك خلناك بسرعة خل طاقتي ترتفع أكثر يلا يلا طاقتي طاقتي يلا أسرع 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 مش كلا ما في إلا اللحم هو الوحيد اللي ممكن يخلي طاقتك تروح ألو لا لا دايموند لا دايموند لا دايموند نعم دايموند لا دايموند نعم قسم بالله قهر شو مفترون أنا غلطان أنا غلطان ما فروض أحطني شي سيفتي تحت معاك حجر يا سيد يا الله يا الله قسم بالله قهر يا جماعة المهم نرجع نرجع للزمن الحديدي من جديد مضطر مضطر يا أخوان لا حرام والله ما قدر أصدق الموضوع اللي صار الشي اللي صار مو طبيعي اش قاعد سوا يا سيد من الصدمة والله من الصدمة حرام يا أخي المهم خلنا نجي نسوي هذا ونسوي لنا أوش أغراض ما نرجع مرة ثانية لأشياء الآيرون ما فيه ما فيه حل نحن نرجع للآيرون بالطريقة هذه وهذا هني هذا هني هذا هني وخلوا باقي شنو يا جماعة باقي شي باقي سيف يلا نسوينا سيف بعد آيرون مرة واحدة سوينا خسرنا أغراض ما كلها نزين الحين هات حجر هات حجر هات حجر الله المستعان هات حجر جيب الحجر العادي خلنا نروح ونجهز لا خلنا نناموه خلنا نناموه يا عمي قسم بالله حرام المهم في الوقت الحالي خلنا حاول أكسر بس المنطقة هذه وكسرها علشان أسوي لي مكان سيف تشوي وين راح الوحش اللي طلع لنا؟ والله ترى ما دري المهم انها شرت شكله مش هم من المنطقة خلنا بس أحاول اني أجهز منطقة بحيث انها المفروض انها ما تتكسر أو إذا تكسرت بوساطة يكون في تحتها حجر احتياطي بالطريقة هذي أوكي باقي بعد باقي بعد هني أنا ما توقعت اني راح يحفر لي الأرض ما توقعت عني أوكي بتحفر الأرض خلني أحرق شوي ما خلاني أحرق والله على طول انجلدنا فالمهم نسوي هذي بس احتياط علشان لو المشكلة هاي مو أول مرة تنحفر الأرض بس توقعت ما راح تنعاد شكرا يصير شكرا يصير شكرا يصير شكرا بك انت هنين تمو شايف اني الحالة الصعبة اللي أنا فيها قسم بالله حرام يا أخي أول شي دايما نسويت حين ممكن يطلع لنا أمسيجين وما نجير نكسره ما أدري ش راح يسوي في الحالة هذي المهم حين سوينا المكان سيفتي خلاص الحين خلونا نجي جماعة ونجيب الخشب النص ونحاول نصلح المكان على طول فاللي صار كارثة للأمان اللي صار صراحة كارثة ويزعل بشكل مطبيع خلاص بعد ما سوينا حين المنطقة تكون سيفتي نرجع ونجهز المكان علشان ما نموت أوكي جهز هذي هذي السلحفاء السلحفاء غلط السلحفاء غلط المكان جاي المكان غلط فعلى طول أحرجع الحين وحاول أكسر ونقول يا عمي شجابكم هنا يا الله شفيكم أنتو شفيكم روحوا عني تركوني في حالي المهم بدأوا يطلعون لي وحوش صراحة خلاص بدأوا يطلعون لي وحوش في كارثة الحين دايموند تكفى دايموند يعني الحين دايموند يلا يا حمي يلا قاعد تعطيني ريد ستون أبي دايموند تكفى لا تعطيني الحين بالذات ما أبي أبسيديون أبي دايموند أحتاج دايموند ما توقعتني راح أطيحه بالبكاكس اللي عندي تصالقوا يا جماعة كان مفرولنا أخبيه لماذا قاعد تستعمله نعم 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 أي 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 أعترى ما معي دروع دايموند لست جو لست جو أول حبة أحتاج بعض حبتين زيادة صندوق شا سوي في هذا أبي شي زين أبي شي زين تكفون أحتاج دايموند مرة ثانية أحتاج دايموند مرة ثانية بس ما أدري يعني بيعطوني وجو ولا لا بس ما أنا ما أحس صراحة بيعطوني وجو بس خلنا نشوف مع بعض راح أطوني ولا لا أحتاج إلى أكل طلعوا لي حيوانات زيارة بحتاج إلى أكل دقيقي خلنا نجي ونشيل نشيل البطيخ على السريع فنشيله كامل طلع معنا كمية جيدة من البطيخ ما في طريقة يا جماعة نخلي المطيخ المطيخ مطيخ شنو ما في طريقة نخلي البطيخ يكون أكثر فاعلية إنه مثلا شبعنا أزيد أو شي نضيف معاه شي فكتبوا لي تحت الجماعة لو ممكن نحن نسوي شي خلي أكثر فاعلية هاي وحبت دايمن ثانية باقي واحدة باقي واحدة تكفون تكفون سيد سيد لمصلحتك لمصلحتك يعني تروح وتاخذ الدايمن وتخليهني لمصلحتك يا سيد علشان لو مثلا ميت صار شي على الأقل دايمن ما حتوطتنا حتى لو حصلت حين بكاكسة أو شي ما راح أشيي لما عاي في الوقت الحالي حاليا يعني أنا موجاهز وانت شجابك اثنين 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 موت 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 هذا مات باقي الثاني لازم اتباحة قبل لا يسير قلب واحد أوكي 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 موت 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 يا عمي لا تقل بيتي لا تقل بيتي نعم نعم من وقال لك تقل بيتي مسكر أنا حين مشكلتي إذا جوني حين الصغار أنا ميت 100% إذا جوني الصغار ميت 100% مشكلة أغراضي را طاحت تحت هاي المشكلة كبيرة هني ما علي مو مشكلة خلون حاول نكسرنا كمبلوكها بعدش على سريع ونشوف энергتها على مشكلة كسر يمكن يجي لحبة الدايموند الثالثة اللي بتعوضنا تقريبا عن الشي اللي صار قبل شوي بس على ما يبدو هذا الشي ما رح يصير فانا اتوقع يا جماعة انحنا ممكن نوقف هنى تقريبا اليوم الى وصلنا الدايموند ورجعنا مره ثاني لللايرن بس إن شاء الله المرة الجاي نحاول إن إحنا فعلياً نتطور أكثر وأيضاً لازم ندرع نجهز أمورنا للأشياء اللي ممكن تطلع لنا والأشياء اللي ممكن تتموتنا المهم زر اللايك يا جماعة خلنا أشوف حماسكم عشان نعرف نكمل مع بعض ولا لا ونشوفكم على الخير بدنا لها في حلقات أخرى مع السلامة اتفر جميلة اما بنشرك تراك تخليني انسى سعيد افرح وقدم لك أشياء أكثر من جديد اما بنشرك تراك تخليني انسى سعيد افرح وقدم لك أشياء أكثر من جديد